تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ينبغي للمسلم أن يحرص على الكثار من الصدقة وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه ما من يوم نصبح العباد فيه أن لو ينزل ملكان من السماء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعطي منفقا تلفا فينبغي لك أن لا يمر عليك يوم إلا تصدقت فيه لله بصدقة ولو مبلغا يسير حتى تدخل في دعوة الملك بأن يخلف الله عليك